معاناة المدارس من الغياب الجماعي في آخر أسبوع ما قبل الإجازة والذي أطلق عليه الأسبوع الميت حيث بات أمرا يشكل ظاهرة واضحة وتحول مع مرور الوقت بكل أسف إلى ثقافة مجتمع هذا السلوك غير مسؤول لما له من أثر سلبي مباشر على سلوك وشخصية الظالم مستقبلا فهل تتحمل الأسرة جزءا من التسبب في تفاقم المشكلة؟ أم أن المدارس تتحمل عبا أكبر من ذلك؟ عمر الجراد الإخبارية الرياء